اتفاق جديد يزيح الشرعية جانباً ويكرس سلطة ميليشيا الحوثي برعاية أممية هذا ما كشف عنه الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي بشأن تفتيش السفن القادمة لليمن بحسب وكالة رويترز فإن المنظمة الأممية اتفقت مع ميليشيا الحوثي على آلية جديدة لتفتيش السفن الراسية في الحديدة بعد انسحاب الحوثيين أحادياً من ميناء الصليف رأس عيسى على البحر الأحمر بموجب اتفاق السويد الألية الجديدة إن نجحت ستنقل عملية التفتيش من جيبوت إلى الحديدة فيما يبدو أن الحكومة الشرعية لم يكن لها يد في هذا الاتفاق أو حتى كانت على الطلاح كان إعلان ميليشيا الحوثي فجأة عن بدي عملية عادة الانتشار أحادي الجانب في منتصف مايو الماضي قد حمل الكثير من التساؤلات والشكوك حول نوايا الميليشيا من هذا الإجراء بعد أشهر من المماطلة والتسويف ليأتي هذا الاتفاق كما يبدو امتداداً لتفاهمات بين الحوثيين والأمم المتحدة عقب مباركة المبعوث الأممي وفريق المراقبة الأممي لهذا الانسحاب ومنحه الشرعية بوصفه تطبيقاً من جانب الميليشيا لتفاهمات السويد وبالرغم من أن شرط نفاذ الاتفاق مرهون بتوقيع اتفاق منفصل مع التحالف بقيادة السعودية لأنه هو من يقوم بمهمة مراقبة السفن التي تتحرك في طريقها إلى اليمن إلا أنه يثير التساؤلات عن دلالات عقد هذا الاتفاق بعيداً عن السلطة الشرعية وكأنه إقرار نهائي بسلطة الحوثيين وتجاوز واضح للشرعية على الضفة الأخرى طالب رئيس مجلس إدارة موانئ عدن محمد علوي يمزربة أن تكون عدن منطقة التفتيش للسفن التجارية بدلاً عن مناطق التفتيش الحالية في موانئ جدة ودبي وجيبوتي لكن يبدو أن تلك المطالب لن يعيرها أحد ندن اهتمام موقف الحكومة الشرعية بدأ في الأوينة الأخيرة غير منسجب مع تحركات المبعوث الأممي وبدأ التشكو من تجاوزاته خارج إطار السلام والمرجعيات المتفق عليها وحتى الآن يبدو مارتين جريفث قادراً على تخطي كل اعتراضات الشرعية مستفيداً من الدعم الدولي الذي يحظى به اشتركوا في القناة